السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكو حبايفي عاملين ايه يا رب كلكو تكونوا بألف صحة وخير. كتير سألوني بعد فيديو القلقاس يا امان احنا عايزين طريقة الخضرة بتاعة القلقاس اللي هي السلق والكزبر. النهاردة هعملها الطريقة هي طريقة قديمة جدا طريقة والدتي وسيدتي اللي يرحمها. طريقة هتجيب ريحتها معاك الاخر الشارع حلوة جدا وبسيطة جدا. تعالوا بينا نعرفت عملتي ازاي. لكن اللي اول مرة يشوف قناتي ما ينساش يشترك من خلال الضغط على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. ويفعل الزرار اللي جانبه ويخلي عليه كلمة الكل. علشان يشوف كل فيديوهاتي الجديدة. فيالله بينا نصلي على الحبيب المصطفى عليها افضل الصلاة والسلام. ونسمي الله ونشوف الخضرة بتاعتنا بتاعة القلقاس بتتعمل ازاي. انا هحتاج معايا للقلقاس هحتاج سلق وهحتاج كزبرة. بس كزبرة خضرة وسلق. ده بيكون شكل السلق. انا اسفى بقى الاضاءة. محسسني ان هي يعني الحاجة بهتانة شوية. بس ده لان الاضاءة كانت عالية في المطبخ ونسيت قطفي جزء من النور. بصوا بقى انا مش بستخدم العدان خالص. شايفيني السلق انا بقطافه ازاي? اهو. الورقة بحالها كده. تمام? هقطف بقى السلق بالشكل ده. بالطريقة بقى اللي تحبيها. يعني بالطول بالعرض. المهم تتخلصي من العود خالص. بصي انا عملته بتلات طرق مختلفين. كمان هقطف الكزبرة بنفس الطريقة. ايدي بصوا انا باخد الورقة بس وبرمي العود. الكزبرة كمان باخدها كده برضو بقطفها وبرمي العود اللي هو الكبير ده مش باستخدمه. بقطف كله بالشكل ده. وبخسلها كويس جدا. وباسبها حوالي ساعة كده تتصفى. انا مش بخرطه. اه لما بخرطه باجي احمره بعد كده بينشف معايا. لكن لما بحمره كده بحجمه زي ما هو. بلاقي معايا طري. يعني هي بتتحمر وفي نفس الوقت الورقة بتبقى طرية فبتديني خضره يعني زي الكريمة كده بالظبط. هنشوف كل ده معانا في الفيديو دلوقتي. بعد ما سبته يتصفى من المياه كويس جدا. والافضل ان انت تتنشفيه على فوطة. يعني علشان تصفيه بعد ما بتخسليه بتفرديه على فوطة. بجيب هنا طاسة على النار. اسفى جدا. وبحط فيها حوالي معلقة كبيرة سمنة او معلقة ونص من السمنة. السلق اللي معايا ده كان خمس حزم. الخضرة دي كلها كانت بحوالي عشر جنيه. حطيت على المعلقة ونص كبار سمنة حطيت حوالي ربع كوباية من الزيت. سخنه معايا كويس جدا. وبدأت انزل بالخضرة بتاعتي. بصو السمنة كانت سخنة هي والزيت ازاي. لدرجة ان انتي نزلت بالخضرة عملت معاك كده زي آآ ترتاشة كده وصوت اللي هو حاجة صدر في الزيت جامدة. بصو هي عالية كده في الاول لكن في دقيقة بتلاقي كل ده هبط معاكي بصو بتقل واحدة واحدة كده بتلاقيها قلت لحد ما بتلاقيها حاجة بسيطة جدا في الطاصة معايا. طبعا ايدي ما بتسيبهاش كل نص دقيقة كده بحاول اقلبها وديها تقليبة علشان اللي تحت يتحمر واللي فوق يتحمر. بصو انا بجيب المراحل كلها. تحسي في الاول ان هي شربت السمنة معاكي او الدهون معاكي لكن بعد كده هتلاقيها بدأت طنطل خضر الدهون معاكي وكمان هتبدأ تنزل ميتها. طبعا الخضرة بتبقى مليانة مية فاحنا عايزين المية دي تكون لها تتبخر. بصو وصل معايا بقى للشكل ده. حسيت ان هو شوية بيخروش لكن القلب بتاعه طري. معنا كده ان هو لسه برضو شوية عليه. برضو بقلب فيه كده واحدة واحدة. هنا بقى وصل معايا انه بقى مقرمش شويتين لكن برضو في حاجات طرية. في الوقت ده بقى هبدأ اضيف عليه معلقة او نص من التوم. التوم المفروم طبعا السلق ده يعمل معايا لحد 3 طبخات يعني لحد 3 كيلو من القلاس. بصو دي معلقة كبيرة من المعلقة الخشب ما يعادل معلقة او نص من المعالق بتاعة الاكل. التوم هنا انا مش فرمال درجة ان هو مش باين لا انا بحب افرمه يكون خشن معايا. هبدأ اضيف كمان رشة من الملح وكمان حبيب التوم السلق والقلقاس الكزبارة النشفة. هضيف مع التوم ملح وهضيف معلقة من الكزبارة النشفة. المفرومة طبعا. هبدأ بقى حمر كل الحاجات الجميلة دي مع بعض. في الوقت ده ايدي مش بتسيب السلق خالص. بقلبه باستمرار. لحد ما بلاقي التوم بتاعي بقى لونه دهبي. كل ده هنشوفه مع بعض دلوقت. طبعا حبت حمر الخضرة قوي. حبت بتحمرها نص نص زي ما تحبي. انا بحب اخليها مفهاش مية خالص. بصوا انا عايزها بالشكل الجميل ده. التوم هنا خلاص. شايفين بقى بدأ يتحول معايا للون الدهبي. اهو. وايدي الخضرة هي بس الاضاءة ظلمها والله خالص. الناس تحس ان هي غمقة او محروقة ابدا ما تقلقيش. انا بعرف انها استوت امتى معايا لما احس ان هي حاجة بتخروج كده زي الشيب سي وزي اه الحاجات المقرمشة. كده هي خلاص. نطرت ميتها كلها وبقيت جاهزة معي. ما ينفقش تخزيني الخضرة بتاعة القلقاس او السلق عموما وهو فيه مية. هتلاقيه بعد كده عمل معاك زي طبقة عفن كده وما بقاش حلو خالص. انا بخزينه في التلاجة مش بخزينه في الفريزر. بيقعد معايا قدي ايه في التلاجة بحطه في علبة محكمة الغلق. وبيقعد معايا حوالي اسبوع في التلاجة لو اكتر من كده هحط فورا في الفريزر. هنا كده خلاص خلص معا لونه تحول للون الدهبي بسيبه بقى يبرد تماما ما ينفعش اضربه وهو سخني كده بعد كده باخده في الكبة شايفين بعد ما برد التوم اخد معايا لون حلو ازاي دهبي مش محروق التوم هو اللي هيمرره معاك لو كان محروق. هبدأ بقى افروم وفارما كويسة كده في الكبة لحد ما يبقى كريمي معايا. افروميه كويس جدا. هو ما بياخدش وقت في الكبة يعني في سواني بيكون الضرب معايا وبقى زي الفل. هوريهولكو بقى دلوقتي. بصوه عامل ازاي. انا جيت المه علشان اضربه تاني لقيته مش يعني مش محتاجي الضرب معايا تاني. بصوه عامل ازاي. ناعم وجميل. طبعا علشان السمنة بردت فيه فتحسين هو خلاص بدأ يمسك كده مع نفسه. وياخد شكل تكتلات كده. طبعا علشان السمنة بردت. احنا فكيني الموضوع ده طبعا بالزيت. بصوه اللون بتاع الزيت. مبين لون الخضرة. اللون الزيت ولون السمنة اغضر ازاي مش اسود. ده بيعرفني ان الخضرة بتاعتي خضرة مش محروق يا جماعة. عشان الناس بس هتستغرب ان هو لونه غامق. حبه برضو تخليه يفاتح عن كده شوية بتخليه. لكن لو خلتيه فاتح اكتر من كده هيكون الخضرة فيها مياه فمينفعش تحتفظ بيها. بصوه عامل ازاي كريمي جدا. بصوه لون الكبه كمان. اهو لونها اغضر و جميل. ده من الزيت ومن العصارة بتاعته. انا بقى بحطه في علبة. بصوه بقى شكله قد ايه كريمي. حلو قد ايه. مش هتلاقي ليه اثر خضرة ولا اثر حاجة في الشربة بتاعت القلقاس خالص. بصوه ناعم و جميل و كريمي جدا. جربوه بطريقتي هيعجبكو قوي. انا هحتفظ بيه في العلبة لمدة حوالي اسبوع. بعد اسبوع. اه لو هيقعد معاك اكتر من اسبوع. فورا بحطه في الفريزر. وبسحب منه وقت الطبخة زي ما انا حبه. ده كان فيديو نهاردة معاكم. ما تنسوش لايك وشير للفيديو. كان معاكم ايمان سعيد. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم. مع السلام.